تعالى بقى نروح لحاجة لطيفة جدا مباراة عارف كده اللي هم بتوع الكرة وبتوع الرياضة يقولك المباراة الماراتونية طاخ طوخ طيخ طاخ سكواش 85 دقيقة روان العربي تقلقت وأقصت نيلي المصنفة البلجيكية ونيلي كانت هي المصنفة رقم 4 على العالم روان مصنفة رقم 12 البطولة دي بالمناسبة كان بطولة جي بي مورجن بطولة جي بي مورجن للسكواش وتأهلت للدور ربع النهائي بص بقى الصورة دي دي نور الشربين قعدة مع روان نور كانت مخلصة المطشة بتاعها وكسبانة وتلت وامتلت فبعض الأحوال ممكن يبقى اللاعب أو هذا الرياضي يخلص المطشة بتاعه ويكسب وميد فل واربعتاشر وياخد بعضه ويروح بقى يستريح نتعبان للسكواش لعبة صعبة جدا جدا ومرهقها جدا 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 فحاجة مذهلة وعايزة فتنس بن لزينة وبرغم ذلك المحترفين الكبار بيبقوا خارجين من المطشة هالكنين لكن الحقيقة نور ما خرجتش من المطشة هالكانة وخدت بعضها وراحت خدت دش دافي واستريحت في القتل لا دي رحت لروان وقعدت وزي ما انتوا شايفين كده وقعدة قدامها على الأرض وقعد عمالها بتتكلم معها ممكن تكون بتنصحها وممكن تكون بتشجعها وممكن تكون بتسبتها وممكن تكون بترفع من سقف طموحاتها وممكن تكون قعدة يعني دول اتنين لعيبة او لعبات مصريات والاتنين دول مصنفات عالميات برضو مفيش منهم في حتة تانية ده عندنا احنا بس والله ليس من باب ان انا اغيز حد بس والله انا مش كده انا بقولك انا رجل ابقى فخور فيه ناس بتفخر بصرواتها المالية انا فخور بصروتي العقلية وانتاجي الفكري وفخور بولادي وفخور باخواتي وباسدزتي بفخور بمفكريني وممثليني ومخرجيني وموسيقييني ومهندسيني ودكاتريتي جرائع عالم جرائع عالم ده احنا مش بس ده احنا بانينا المنطقة وبانينا العالم غير ان روان فازت يعني واقدر اقولك نتاجي الاشوت بس انا مش مشغول قوي بنتاجة الشوت بقدر ما انا مشغول باللقطة دي نور وهي قاعدة بتشد من قزر الروان ويمكن تكون كانت بتنصح الصورة بتقول حاجات كتير يمكن يكون كان فيها النصيحة يمكن كان فيها التشجيع يمكن كان فيها الطمأنة الصورة في حد ذاتها فعلا تغني عن الف كلمة ترجمة نانسي قنقر